هذا ونظم تحلف الوطني للعمل الأهلي التنموي مئدة إفطار رمضانية واحتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم بمشاركة أربعمائة طفل من دور الأيتام وذويهم وذلك بشاطئ البوليفاج بمحافظة الإسكندرية لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وإشعارهم بالاهتمام والتقدير وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم من خلال الفقرات الترفهية والمسابقات التي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقاثية وأيضا فنية